لكن تبقى ضربة البداية دائما مع مقالي ومقاله الدين عقلك يا خواجه مش الخواجه بيجو الخواجه انفنتينو ولا كروش ولا الخواجه كروش تاكن المهندس عاد لأشهر لجزئية انه دول اتعادوا مننا احنا عندنا السهل صعب قوي والواضح غامض جدا والظريف غتت قوي كل حاجة متوفر عكسها على طول فبالتالي استهل المهندس عاد للحلقة بهذا الطرح الفلسفي لكنه الدين عقلك يا خواجه فيه بطولتين هيتلعبوا في توقيت واحد النادي القالي لا خلاف على انه بطولة كأس العالم للاندية بطولة كبيرة مهمة النادي القالي بيمثل مصر ويمثل افريقيا كبطر لدور الابطال ويمثل القارة امبارح اعلن الاتحاد الدولي بشكل نهائي ثبت موعيد مباريات كأس العالم للاندية اللي حتكون في ابو ظبل الاهلي ومنتيري المكسيكي يوم خمسة فبراير الاتحاد الافريقي ده جدول البطولة حسب ما اعلنوا الاتحاد الدولي امبارح وثبت الموعيد بالساعة الاهلي ومنتيري هقولكو خمسة فبراير الساعة كام؟ ستة مساء التحاد الافريقي من جانبه كان اعلن موعيد كأس الامم الافريقية في الكاميرون مباراة تحديد المركز اللي التاني والتالت البرونز يوم خمسة فبراير والفاينال يوم ستة فبراير يعني بالزبط كده لو منتخب مصر بإذن الله تعالى تأهل الدور قبل النهائي مجرد ما يتأهل بس القبل النهائي مطلوب السبع تمن لعيبة اللي ممكن كيروش يكونوا أخذهم من النادي الآلي مش هيكونوا موجودين مع الآهل فابوظاب ليه؟ والأجانب التانيين اللي في المع الفرق التانية تونس تتأهل الآهل يتحرم من علي معلول مالي تتأهل الآهل يتحرم من أليو ديانج المغرب تتأهل يتحرم من بدر بنوني إذا كان هيختار معاه بصوا التلاتة المحترفين الآجانب لكن لا خلاف جنوب أفريقيا ما تأهلتش ما تأهلتش خالق يعني أنت معاك بيرسي تلعب بيرسي لوحده؟ لا يعني بس خلينا نلم أي حاجة لا ما هو خلينا نقول أنت دلوقتي واضح أستاذ إبراهيم في الاختيارات السبعة تمانية أستاذ إبراهيم قبل ما نعدها لأن طلع من الاتحاد المصري المسؤولي الكبير عنه قال لك والله أن الاتحاد الدولي خاد موافقة الاتحادات القرية طيب الاتحاد الافريقي قدم وفقته بناء على إيه وهو يعلم هذا التناقض إلا إذا كان الاتحاد الافريقي يعني مش فرق معاه المطولة دي أنه فيه كاس الأمم ولا كاس العالم لا كاس العالم طبعا هو كاس الأمم حد عديك لعبته طيب عشان نحط أستاذ المشاهدين معنا في حجم المشكلة لا خلاف عند كارلوس كيروش وعند بيتسو موسماني على الشناوي حارس مرمة أكرم توفي باكرايت أيمن أشرف سردباك طبعا حتى الاتنين اللي متاحين أجانب يعني بدر بنون هيروح المغرب وعلي معلول هيروح تونس في نص الملعب الاتنين الديفندرز حمدي فاتحي وعمر السلية الاتنين أساسيين هنا وهنا أفشا وشريف أساسيين هنا وهنا إحنا بديتكلم فيه سبع لعيبة بالزبط مؤكد اختيارهم وفقا لاختيارات كارلوس كيروش الأخيرة واعتمادات بيتسو موسماني أيضا الأخيرة حسين الشحات يرجع إن شاء الله يبقى كويس عنده فرصة يروح المنتخب طاهر أي حد يستجد أنت في النهاية المؤكد أنه فيه سبع عناصر أساسية من النادي الآلي هم قوام المنتخب عند كارلوس كيروش إيه اللي هيحصل حاجة من اتنين واضح الاتحاد الدولي خلاص مش هيتنازل عن الموعد دي النهاردة تواصلت مع المهندس أحمد مجاد موجود في الدوح وموجود هو المهندس هنا بريدة مع إمفنتين ومع متسب في فندق واحد قال لي إحنا طول الوقت بنتكلم في الموضوع والنهاردة تحديدا الخميس الاتحاد المصري أحال جواب للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وبينتظر الرد طيب لكن ما قالكش فيه بوادر استجابة ولا حلول ولا لا لا هل فيه بدائل اطروحات ولا لا لأن فيه بدائل إنه ممكن يجي يقول لك الاتحاد الأفريقي يعني إنه يسمح لك بقيمة استثنائية عسو قيمة استثنائية ماشي إحنا نص العامة عشان كده بسألك أستاذ زبراعي لا هي عارف حالها الوحيد تحريك موعيد كاس العالم للأندية ثلاثة أيام بس واضح أنه مش هيحصل لأنه الاتحاد الأفريقي سبت الموعيد النهار لا الاتحاد الدولي الدولي سبت موعيد النهار يقدر يغيرها بس هو عنده مشكلة حاجة دايما وأبدا وأنت أدرى من نبدأ الاتحاد الدولي لا يحترم إلا أوروبا وما بيعملش حساب إلا بطل أوروبا خلق النتيجة فالشيلسي جاي متزبط له جدول الموعيد المسموح بيها حسب البريمير هي دي عشان ظروف هو بس عشان ظروف فعلى الجميع أن يقبل واخد بالك ثم ظروف برضو أمريكا اللاتيني لكن الاتحاد الأسياو الاتحاد الأفريقي يقول لك وضب عشان كده أنا بقول كان على الاتحاد الأفريقي المشكلة دي تتحل وكانوا بيفتحوا المقر بتاع المتخبات وموجود إنفنتينو وكان موجود أهي الصور أهي الليسة الرجل كان هنا إزاي ما تنقشوش في هذا الأمر وإزاي الاتحاد المصري ما ترحش هذا السؤال وإزاي الاتحاد الأفريقي ما تنقشش في هذا الأمر يعني مسألة مسألة عجيبة جدا لأن أنت حيبقى لأن كان فيها مهامات في كده إحنا ممكن نسمح لك بإضافات استثنائية بقيمة استثنائية خلال هذه البطولة طيب أجانب مصريين ولا مصريين بس أجانب هيجيبهم لك منين أنت عندك واحدة بس أنا بفكر معك خد بالك حاجة وانت أجاي مش قيمة انتظار يسمح لك إنك تأيده لا بش منتس مش لا أسيبك أنا باتكلم هو أنا بقولك إن ده حل أنا باتكلمك أنا مش بقولك إن ده حل على فكرة ولا أنا موافع عليه ولا 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 حل مشكلة يعني تروح ناقص يعني تروح أنت قيمة هو أي حل برة تحريك المواعيد ظالم ليه طب ظالم ليه طب أنت أنت أستاذ إبراهيم خليك إحنا خلاص مقررين إن فيه ظلم أنا أخشى إن محدش يحل هذا الموضوع لازم نخطة به بقى خطة به إنك حتعود هذا النقص إزاي مش مهندس هو حتى أنت لما يسمح لك كنادي بأفراد أنت حتجيب عناصر في كواليتي السابع لعيبة الدوليين لا مش هتقدر مش هتقدر أنا بكلمك ولا تروح ناقص 11 لعيب لا يمكن لأن أنت بتسجل بتسجل 23 دقيقة مش هتقدر تروح ناقص 11 لعيب فالبديل إنه إفرد إن دي رجب ودمخهم يعني عارف ممكن أقصى حاجة يقول لك زي ما أنت كنت قيل المثل بتاع زقاب العصاية يقول لك سيب هتحل نفسها دي إزاي على أساس إنه مين قال إن منتخب مصر أكيد هيتأهل للنهاية طب لو تأهل يا سيدي أنت عشان يتحل المشكلة منتخب مصر متأهلش منتخب توليس متأهلش متخب الجزائر ما تأهلش مالي ما تأهلش ومتخب المغرب ما تأهلش هو أنت يعني ده اللي حل لك المشكلة وهذا الحل لحل يعني غير رياضي إنك تفكر فيه إنك تحط في وغير وغير عادل وغير وليس في صالح الكرة الإفريقية إطلاقا إن المتخبات القوية لا تتأهل عشان تحل المشكلة أنت تسببت فيها يعني كان من الممكن كان من الممكن إذا تعذر الحل من خلال إتحاد الدولي إنه من خلال الإتحاد الإفريقي يبضر شوية الموعد دي يعني حد كان لازم يشيل هماها إنت الإتحاد الإفريقي يعنينا أكتر من إتحاد الدولي في هذا الأمر لأن أنت بتمثل الإتحاد الإفريقي في بطولة العالم للأندية فكان ينبغي إنه يكون في زهنه وهو بيعمل مسابقاته ما يتعرضش دم عاد إن معرفتش تضغط وتحركه يبقى أنت لازم تملك القرار عندك أنت بالضبط ترجمة نانسي قنقر